اللي معاها ورقة يذاكر بيها اللي معاها ورقة وقلم يذاكر بيها اللي معاها ملخص يذاكر بيها تغل بالمتاح ولو بني الدافع والحافز الداخلي هتلاقيك بتفحر وتعاف دخلنا بكالوريوس ودخلنا ماجستير وبخلنا دكتورات خلاص إن العلم هينقلك نقلة نوعية هيتورة هينهض بك بسم الله الرحمن الرحيم وإذكال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفيك الدماء ونحن نسبح وحمدك ونقدس لك قال إني أعلمه ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها التميز بتاعنا كبشر هو في التعليم إحنا بدون تعليم ما كناش هنوصل لأي حضارة إحنا خايفنا ولا نتعلم لغات ولا نعرف نتعامل مع الكون ولا هنفهم الكون ولا هنفهم ذوتنا ولا هنفهم أي حاجة بدون التعليم التعليم إحنا بننقل خبرات من أجيال لأجيال في عندنا مفاهيم مغلوطة عن التعليم الثقافة المجتمعية بتاعتنا في التعليم بوزت معنى التعليم ومفاهيم التعليم عندنا فمثلا لما ديجي تخش على تشاج بك فسألتم بتولوا قلنا أعظم وأشمل وأعمق تعريف للتعليم هو عملية نقل المعارفة والمهارات والقيم والأخلاق من جيل إلى جيل وتطوير القدرات وهو يشمل الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والثقافية وبناء الشخصية بهدف تحقيق التطور والتحسين والنهوض بحياة الفرد والمجتمع الله مال فينش هذا ده مش تعليم تعليم اتعمل عشان الحياة هل نعبد الله عز وجل بدون علم وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ومعلم البشرية هل كان يمكن يوصل لنا لرضوء بالشكل اللي احنا بنتوضى به هل نقرأ القرآن بالطريقة التي نقرأ بها كل ده كان هيجي ازاي بدون تعليم بدون ما نستعلم عشان تقود حياتك لازم تتعلم كيف نتعلم من الحاجات المهمة جدا انك يبقى عندك أخلاق وانت بتتعلم اثيكس دي مهمة ما هو الدكتور اللي بيخش يتاجر في الأعضاء ويعملك عملية ويشيل كليا ما هو ده دكتور متعلم بس ما عندوش اثيكس ما عندوش أخلاق العلم تخدم حواسك وانت بتتعلم أكتر حاجة معجزة في جسمك هي عقلك استخدمها صح دخل لها معلومات عن طريق الإيد دخل لها معلومات عن طريق العين صور وفيديوهات كل ده بيدخل معلومات بكذا طريقة كامل مع الآخرين ما تشتغلش لوحدك ما تبقاش أناني وانت في الجمعة جروبة بتذاكر روح زاكر معاهم وتعلم هم بيذاكروا ازاي استفيد منهم وفيدهم هتخسر كتير والله لو أنت أفضل واحد في دفعيتك هتخسر برضو كتير لما تقع معاك نقطة أكيد واحد فيه ممكن يشرحها لك بسرعة أكيد النقطة دي عدت عليك وانت في المحاضرة وكنت ساهي أخوك اللي بيذاكر جنبك فهمها عنك أو زميلك زي تحافظ على صحتك وانت بتذاكر البرفورمانس التأدية والكفاءة بتاعت عقلك ومخك مارس رياضة بشكل يومي أو يوم يوم حسب لازم تمارس رياضة تركيزك وتفكيرك المنتل هيلف اقروا العلاقة ما بين المنتل هيلف والسبورت والرياضة وهتعرف أنه بتكلم اتعب واجمع وازرع وانت صغير كلما أمكن كلما كنت صغير اتعلم وذاكر كتير واتعب نفسك كتير هترتاح وانت كبير أيها هترتاح وانت كبير هترتاح ليه العضلة كوية عضلة التعلم بقت مكنة واشتغلت خلاص وبانيت حادات ومخك عدب يستوعب أنك لازم تتعلم وباني دوافع دخلنا بكالوريوس ودخلنا ماجستير وبخلنا دكتورات ودخل خلاص خش على رخصة القيادة من ألمانيا تعود لك شهرين ثلاث شهر زي حالتي هاخد هي دي الفكرة فانت هتفضل بقى تتعلم آه هتفضل تتعلم وعايزك تربط كل ده بالله عز وجل عشان رحلتنا كلها لله احنا لما كنا بنتكلم في تعريفات التعليم كنا بقول بنتكتشف دواتنا بنكتشف العالم الخارجي ولما نعرف الفلك والكون والبحار والمحيطات والكيميا والفيزيا والعلوم بتساعدنا على التفسير ونعرف زواتنا نتقرب الى الله عز وجل اللي خالق ده عن علم هي دي رحلة الحياة لازم تكون على يقين ان العلم هينقلك نقلة نوعية هيتطورك هينهض بك على يقين انت لازم مؤمن بده اصحاب المبادئ والناس اللي على يقين هم مؤمنين باللي بيعملوه فرحانين ومطسطين وعارفين ان هم هيوصلوا يوما ما وكل يوم بيطوروا بيتعلموا من اخطاءهم ومشيين في رحلة فاليقين مهم جدا اللي هيحركك اليقين انك مؤمن ان الله سبحانه وتعالى مش هو ضايع تعب يبقى اليقين في حسن ضمن بالله عز وجل انه هو لن يضايع تعب بناء الدوافع هو انا اللي هيخليني اتعب وشأة وعرق وسنة والتانية واصبر عشان عندي دافع بناء دوافع هو اللي بيخلينا يبقى عندنا حافز داخلي ان احنا to be or not to be عارفين البنزين اللي بيخليك شغال وموقد دايما واكشن وبتفكر وعمل تحرق عندك دوافع باني دوافع الدوافع بتحركك نحو اهدافك اللي انت حدث بناء الدوافع دايما بتكلم مع الاباء والامهات ان هم مهمتهم جدا يبنوا دوافع عند اولادهم لازم هم ماشيين بدل ما يقعد يقول له زاكر 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 يحدثه عن المستقبل مع العلم والتعلم ويحدثه عن القصص الملهمة والمؤثرة يحدثه عن ماذا سيصنع بوه التعليم كشخص كانسان من ثقافة ووعي وادراك وفكر ونهضة يحدثه يجيب له قصص يدخي سمع له فيديوهات دراما يسمعه مسلسلات يعرفه بعلماء المسلمين القدامى يعرفه بالعلماء الموجدين حاليا يبهروا لما تحصل تريندس كوفيد نينتين يكلموا عن العلم والعلماء ودروا العلماء طول دي اسمها بيبني عنده دوافع نحو التعلم وحب المعرفة وجمع العلم والمعرفة ولو بني الدافع والحافز الداخلي هتلاقيك بتفحر وتعافر وتتعب وتاخد وقت سنين وتجرب وتقع وتقوم تاني أيوة لانك عندك دافع حيناء العادة المذاكرة مرهقة المذاكرة متعبة مفيش حد بيدخل بمذاك بقى وانرجي وطاقة وهيقعد يذاكر وقلم ارجوك روض نفسك روح اعمل رياضة مره وتتعب هتعود لك شهر مقاريف ليه الباشا ده عايز يريح عقلك عايز يخليك في الكمفورت زون منطقة الراحة فانت عشان تقاوم لازم تضحك عليه فعشان تضحك عليه لازم تقوم بسرعة تخش في الموضوع وتبني عادات ولما تبني عادات لازم تكون عندك وجهة محددة عامل خطة وبلان عشان ايه لما اضع الهدف قدامي هتحرك وانا طريق منور ستريت نحو الهدف اما لو ما فيش هدف لف بقى وارجع روح صلاح سالم رف ارجع على المنصورة خش على سكيدرا انت عارفوا انت راح فين؟ لازم يكون عندك هدف لازم تكون عندك هدف وتخطيط للوصول للهدف واعمل تقييم لنفسي بعد شهرين 3 ايه اللي حصل في الخطة تقييم اسبوعي تقييم شهري ده مهم جدا في رحلة تعلمنا موضوع المعوقات دي هعملي بقى فيها كلنا بلا استثناء موضوع المعوقات اللي بيجيبنا ارض وانا كنت يعني انا واحد منكم والحد دلوقتي انا بقوم اسبح ضد الطيار بتعلم ضد الراحة كلنا عايزين نريح ولكن احنا بيبقى عندنا هدف واضح ورؤية عايزين نوصول فاللي عنده هدف ما بينامش مركز انه عايز يوصول انك تعافر بالمتاحة اكسر اكسر معوقاتك اكسرها اكسرها مفيش اللي معاها ورقة يزاكر بيها اللي معاها ورقة وقلم يزاكر بيها اللي معاها ملخص يزاكر بيه اللي معاها اي اشتغل بالمتاح عافر بالمتاح دي لازم تعرفة وما فيش حاجة اسمها وقت مثالي الناس العظماء انا بقول لك اقروا في سيرة العظماء بيشتغلوا بالمتاح اي حاجة متاحة بيبنوا عليها استيبوا يستيبوا يطلعوا سنة بسنة لكن ما بينتظروش الوقت المثالي ولا بينتظرو الزمن المثالي ولا الامكانيات المناسبة وانت ماشي في رحلة تخصصات وانت بتذاكر وانت بتتعب بتجتهد تعمل فيه نيكس لازم تتعلمها منها مثلا ازاي تجيب التقدير العالي وازاي تبقى فاهم بعمق مواد تخصصات ده مهمة اوي اشتراط وفعل الجرس والسلام عليكم وحمد الله يوحكين